أول حاجة هو موهبته مميزة جداً وعملت حالة على السوشيال فيديو مش عايز أقول لكم فيديوهاته انتشر بشكل كبير والكل مش مسدق إنه هو اللي بيعمل كده بس ده بجد ولا لأه وإيه الحكاية؟ الحكاية عند عواد العواد وصوته اللي بيقدر بيه يرجع بالزمن لعمر الطفولة ويعمل حاجات يا جماعة خلينا نشوفها سواء يالله فيه ليش البنات لما يرجون يصورون ليسون كده الحين فقرة الشاهي من أول جغمة تحسنك شيخ وانطقوا عمصية تحداني عليكم الدحون يعديدكم ناحا يا زماعة الحير نصيحة لحد يحب زيادة والله العظيم يا جماعة يعني راجل راجل ملو هدومه يعني عواد يا جماعة عم حال النهاردة عواد أول حاجة أنت بنوارنا الله يسعدك حبيبا الحمد لله على السلامة جيت للصعودة من يومين تقريبا تقريبا اتبسطت؟ ايه الحمد لله جوّت على نفسك وتفسحت نعم تفسحت الطفل اللي جواك مين أنت؟ يعني الناس كلها عايز تعرف مين أنت؟ أول حاجة عواد ولا ناصر التحتاني؟ لا شوف أنا اسمي الحقيقي عواد بس إني اشتهرت بمجتع صغير جدا باسم ناصر التحتاني الله الله وإنت عامله طفل لصوت طفل يعني طب مين نحكي لنا كده بتعملي في حياتك الدراسة الشغل نوع على إيه نوع على إيه؟ نوع على إيه؟ والله ما نناوي الشهرة دي جاتني فجأة كم سنة أنت أصلا؟ السنة الحين صار لسنة لا أنت عندك كم سنة؟ السنة ده الصوت كيف؟ أمر الصوت الثاني يعني لا أنت عندك كم سنة دلوقتي؟ يعني كم عمري؟ آه كم عمرك 23 23 23 برضو شاب صغير يعني طيب السوت ده مين أول حد بدأوا معاك؟ أن أنت تقدر تغير صوتك والله شوف ما حد اكتشف الصوت لوحدك؟ حقيقي إيه أنا كنت أتكلم يعني عند أكبر أخواني تركي أمس علا في الخير تحية لي كنت أتكلم مع تركي وكان يضحك بس ما هو مبين أن هذه موهبة يعني شيء غريب فعامت؟ ما حد كان يعني يعطينا شيء هذا فصرت في التك توك أفك بثوف وانجحت معي فجأة سبحان الله ولعت ولعت كلها طيب الناس مش متأكدة إذا كان ده صوتك ولا فيك فإحنا هتعمل إيه؟ أنا أعلمك الحق أسمين رأس التحتاني عمر ست سنوات كمل أسأل إيه ودرت شميع عشانا؟ لا لا يعني ناصر قولي أنت ع ست سنين نفسك تطلع إيه لما تكبر أود أكون طياء ليه؟ عشان ما أشوف النهاز واشوف كل شيء تحتي سافرت قبل كده لوحدك ولا دايما مع بابا وماما؟ لا لوحد دائما أوه ده انت جامل بقى إيه؟ طب بتعمل إيه في المطار وانت داخل كده؟ يعني دينا الأداء كده وانت داخل المطار؟ والله أدخل المطار وأول شيء أخذ قهوة طبعا لازم أكيد لازم عشان أروج يعني أول نشاهي بالضبط بلبن؟ بحليم؟ ولا؟ لا 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 حلو بس أنت كمانا تعرفت أن أنت بتعمل مقالب على ال على السوشيال ميديو هي أول فكرة أول بث صار لي قبل سنة تقريبا كنت الوحدة في الشقة وما أدري وش أسوي يعني أبغى أي شيء فأذكرت عندي تيك توك كذا قلت خلني أدخل أفتح بث بعدين أنا أوكي وأفتح بث إلا الكومنت كلهم يقولون ليش ما تسوي مقالب ليش ما تدق على أحد وتمقلبه يمكن أن ينجح معك هذه الفكرة طبعا أنا شخصيا ما كنت متوقع في أحد يصدق الشيذاء يعني أكيد بكشفوني فأشوف الكومنت طبعا كان في بثي تقريبا سبعة وستين شخص فقط أوكي وقالوا أنه لازم أنك تمقلب أحد قلت تمام أعطوني رقم وبنجرب الحيل وفعلا؟ وفعلا جرب إذا يعني الرقم كان من الناس من الناس إيه الكومنت آه قاله ودق على واحد ما أدري هو إكتابي مش بهم بالإسم أيوة المهم أني دقيت عليه قلت أبغى ناقة من عندك بالصوت الثاني لا بص أنا بصوت الثاني بص أنا نغطون أن نكمل الانترفيو سواء بالصوت الثاني بالصوت الثاني تمام بصت الله يتعبني شوي دقيت عليه أنا بدين قال لي صدك أنا صدمت الحين أني صدق يعني أني أنا طفل فنظرت في اللي هو البث إلى عشرة كي لقيت اللايب عشرة من سبعة وستين شخص فقط إلى عشرة آلاف شخص فتوترت ما عدري أنا ما حسبت الأحساب أبدا وأذكر بعدين قفلت البث وصحيت لقيت نفسي في كل مكان طب حلو ده عملت بالصوت ده مكلمة مثلا مع والدك والدتك إخواتك مع والدتي دائم وأقدم بتقول لك إيه إذا عصبت علي أكلم بالصوت الثاني على طول لا يعني لأ أنت لازم كأنك بتتكلم مع والدتك دلوقت آآ الآن يعني بس إنه لازم يعني جوز كده أقبلك ماية والله لا لا يعني مثلا إذا الوالدة أصبع لي أقول أعطينا حبز ريالة بيل وحشر من البك الله جاهدين خلاص أسعب الشحنات اللي بيها وخلاص أبدأ أنا عايز أعرف السود خريط منين طيب في أصوات تانية أو الله هو ده بس لا لا بس هذا في أصوات إن شاء الله رح تشوفونا أه لا نحن حاول إن شاء الله لا لا تنظر الحين عليهم بسوات الطفل آه واك بعدين عادي إذا ما في عاجة تانية ظاهرة آآ إن شاء الله لا ما ظهرت لسه ما ظهرتش إن شاء الله رح أظهرها في البثوث الجاية بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله نحن نستنينا طيب قول لي بسبب صوتك بسبب صوت الطفل جي إعلانات نص طرب وكرتون تبقى مشارك في دوبلاج الكلام ده يعني حد تكلمك استعان بيجفع اعلانات أو كده شف الاعلانات والله كثير الصراحة بس اني مشغول كنت مشغولة عن الفترة أول ما اشتهرت جاني شغل واشتغلت يعني فالشغل هذا واشغلني فوق الاعلانات خليتها على جنب نو تعمل محتوى تاني على السوشال ميديا غير ده ان شاء الله بإذن الله بإذن الله وراح يسوي الاعلانات وراح يسوي فلان ان شاء الله ان شاء الله لا لا انت نمرتين احنا وبصنين انت موجود معنا معنك جنين داني بس اشكال اما اقول لك شي مش راكل كان دورتي لا 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 ممتاز حلوة يا قلب يا انا طيب يا جماعة كم معنا عواد النهاردة وشرفنا طبعا او ناصر بقى الطفل الجميل اللي جواه احنا وبصنين جدا جدا بيك ويعني اتول للناس دعا والله العظيم ان شرف لي ان يكون متواجد لنا شكرا لكم والله العظيم انت هتختم لنا الفكرة بتاعتك بصوت ناصر بصوت ناصر شو باستو اللومي باي باي استنونا شوفوني يا يعيش الكل ما نشوفنا الحين اعطيه بص عشان هو شكرا لكم شكرا لكم جدا تسلم نورطنا والله شكرا لكم